الهاشمي وطالبنا بمنع شحنة الاسلحة الكيموية للبحرين وذلك عند تواجد رئيسة وزراء كوريا الجنوبية عند مكتب رئيس وزراء بريطانيا وقد التفتت علينا لمدة تزيد عن العشرين ثانية وهي تنظر وتسمع الهتافات المنادية بمنع وصول الشحنة مع ان الحكومة البريطانية حاولت من ايصال صوتنا انظروا الى هذه الباصات المملوء بالعساكر هنا وهنا يديرون بالهم ويتحرشون بنا ايضا يأخذوننا على جنب للتحقيق الا مع ذلك كله اوصلنا صوتنا الى سعادة رئاسة الوزراء الكورية انا ما علي من حتي انشقال ومن ريش انه يقول طلعتنا ملت كوريا عشرين ثانية وايد عليك عشرين ثانية حا خلصت مو قلت انا عشرين لهم خلصة يقول تفتت طلعتنا بويه وصفق لك عشرين ثانية لكن انا اللي ابي اقول ان بريطانيا انت بالسانك قلت باصات مملوء عساكر عدلو لا ويتحرشون بكم ما منوع في بريطانيا لانكم كنتوا طالعين تظاهره هناك فمنعوها انت بروحك شهاتها لروحك في بريطانيا في ام الديمقراطيات امنعوا تظاهركم وترسوا باصات بالعسكر على لسانك باتشل بتنكر وبتقول بريطانيا بلد الحريات والديمقراطيات نعم لكن القانون قانون القانون قانون لا تقولون بس البحرين عساكر ومرشينه واذا خرجتوا عن القانون العساكر تريتكم والعصى لمن عصى يا جماعة هذه هو الواقع وهذه اللي لازم مملوء بالعساكر ويتحرشون ابنه ويأخذوننا على جنب للتحقيق بروحة قالوا سمعتوه اش معنات ذي الكلام معنات ذي الكلام واضح ودقيق بان هنا قانون ما في شي فالته ما في حرية بلا حدود ما في قانون بلا حدود ما في ديمقراطية بلا حدود تعالوا نقوله تعالوا نسوي ولا انت يا مصاص الدماء ايها الشتام الكبير لكن شنقول يبناها عليك وشهات على روحك حقلي فاصل اعزائي شكرا لمتابعتكم اليوم وشكرا لاهتمامكم واني اليوم واحد خط جدية في الموضوع ما في شوية النغزات والتقطات اللي يخبركم لان الموضوع ما يستحمل الموضوع يجب ان احنا ناخذ بهذه الجدية فيه التحذير فيه الطلب باسمكم في البحرين والخليج العربي على تطبيق القانون على كل متطاول على القيادة وعلى كل من خرج على القانون هذي اللي نطالبه خلاص شربت مروقها مثل ما يقولونها الأول مشكورين جماعة باسم فريق البرنامج اشكركم ان شاء الله لنا لقاء يتجدد مع السلامة في المناة